السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم حبيبي بقناة المشاهد وطيرها النهاردة باذن الله هنقدم مع بعض كده فيديو عن الفرخة للبلد دي زي ما انتم شايفين طبعا النهاردة طلعت على السطح اتلاقيتها طبعا قعدة الوحيدة هكده في مكان بعيد عن اخوتها خالص وبعيد عن بقية الفراخ اللي معاها حاولت ان انا احركها طبعا زي ما انتم شايفين ما بتتحركش خالص ورجليها برضو ايه اه مش مش مشدادة كده وراء زي البطة ما حصل للبطة لقا هي رجليها زي ما هي كده لقدام بس كان فيه نسبة سخونية فيها طبعا يعني انا قعدتها لاحظها اشوفها يعني مثلا عندها شرمانيلا ولا عندها مثلا دور برد اتلاقيتها بالكحة وعندها عطس كمان طبعا كده يبقى الفرخة بتاعتي اللي قدامي ديت عندها دور برد ازا اللي انا هعالجها لكنت بصراحة كنت هتباحة الصبح وبعد كده قلت لقا اعالجها الاول واشوف ازا مجاش العلاج مجابش معا نتيجة يبقى حلال فيها الدبح زي ما انتو شايفين طبعا انا شايفة ان هي فيقة يعني هي فيقة والصحة بتاعتها كويسة بس كل الحكاية ان هي ماش عارفة تمشي طبعا السخونية عاملاها دماغها سخنة ورجلها سخنة طبعا دوت زي ما انتو شايفين كده وكمان عندها بتاع تسكيلة وبالكوح طبعا زي ما انتو شايفين اهوة انا حبيت ان انا صورها اه ووريها لحضراتكم بحيس ان انتو تشوفوها برضو بحيس لو اي حد حصل له الموقف ده يعرف يتصرف ازاي كان حصل لقابل كده معا البط وعالجته بنفس الطريقة اللي انا هاوالونتو هتشوفوها معايا دلوقتي طبعا اول حاجة طبعا انا عملتها لها بدات ان انا اجيب لها مية واسقيها بايدي كده واخدتها بعيدة عن اخوتها خالص اخدتها كده في ثبت ونزلتها تحت معايا علشان تبقى قدام عيني واكمي بشرها على طول اه زي ما انتو شايفين طبعا ساقيتها كزا مرة كده اه طبعا اه البطة برضو ما كان حصل لها كده بدات ان انا اسقيها اتلقيتها ما شاء الله قامت لوحدها من السخونية قامت ووقفت على رجليها ومشت اه طبعا لما شفتها كده عرفت ان هي عندها درس كان جسمها سخنة طبعا من السطح وكان في درجة حرارة عالية طبعا ده ممكن يكون تأثيره من الشمس ممكن يكون عندها اجهات حرارة فزا ما انتم شايفين كده طبعا اه اه بدات بقى الننس ايها وكمان جبت لها لقم تعيش كده اتطهالها حتة زغيرة كده بحيث برضو ان هي تكلها وحط اتطهالها قدامها تمام كده طب احنا هنعلجها ازاي طبعا انا عاوز اقول لكم اي شوطة او اي نوع برد الفلونزة بتاعت الطيور اه اي دور برد عادي اول حاجة بتاخدها الفراخ وكمان يعني اللي بياخد العدوى بدري 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 الفراخ عن البط الفراخ البلدي اول حاجة بتصاب الفراخ الساسو برضو اول حاجة بتصاب الفراخ البيضة بتصاب يعني اه لما يكون في عدوى اه وكده او في دور برد ماشي او الفلونزة الفلونزة الطيور اعاوز اقول لكم اول حاجة بتتعف وسط البيئر عندك الفراخ فلازم ان تكون عينك على الفراخ لان الفراخ بتبقى المناعة بتاعتها ضعيفة وفي نفس الوقت اه بتتعف بسرعة يعني بيبان عليها المرق بسرع عن البط البط ممكن يقعد فترة على ما يبان عليه انما الفراخ لا الفراخ بيبان عليها في وقتها اول ما بتتعف بيبان عليها على طول فانتوا لازم ان تكونوا واخدين بالكم الحالة دي. طبعا زي ما انتم شايفين ان قطعت لها كده حتة عيش ما كانتش عندي طبعا علف. آآ فقطعت لها حتة عيش لغاية لما بعد اشتري لها علف. كان عندي ايه بقى? كان عندي ابرام ضد حيوة 500. عاوز اقول لكم البط عند ما بيحصل له كده بعلجه بنفس الطريقة ديت بالزبط آآ بياخد عندي خمس ايام وبتلاقي البط ما شاء الله ماشي على رجليه كأنه مفيش في اي حاجة. اللي انا عملته حلية الحقنة اللي معايا ديت. اي حقنة عندك خمسمية. بس من 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 الاحسن هيك هون اللي هي الحقنة الفلوميكس ديت اللي هي آآ القديمة ما هيش الحاجات الجديدة طبعا الحقنة دي كانت متوفرة في السيدليات ولسه موجودة حاليا. آآ ديت طبعا بتبقى حقنة بشرية. آآ انا جبتها كده طبعا كانت عندي من آآ كانت عندي يعني فوسة العلاجات بتاعت ولاده كده كانت حقنة خمسمية آآ حلتها في خمسة سنتي من المياه. يعني انا حلية الحقنة ديت في خمسة سنتي من المياه خلاص. وهاخد صمتي كل يوم هديه للفرخة بس في الورك بتاعها. بس طبعا لازم تكون حذرة علشان ما تجبهوش في العظم وترجع تعملينها التهاف العظم. وكمان زي ما انتم شايفين انا ما كانش عندي سن بيتار استعملت السن العادي. بس طبعا ما دخلتش السن كله في في الرجل بتاعت الفرخة او في الفاخدة بتاعتها. لأ انا دخلت تقريبا ربع السن بس زي السن ببيتار ما هو السن ببيتار بيبقى تقريبا اتنين سنتي او طلاتة سنتي بيبقى صغير خالص. آآ فانا دخلت تقريبا نفس المقاس دوب بس في رجلها ما دخلتش السن كله طبعا عشان هي طبعا بتبقى ضعيفة وكده ورجلها كمان ما بتبقاش مستحملة. وزي ما انتم شايفين بقى طبعا اديتها اديتها سنتي النهاردة وهبدأ كل يوم اديها سنتي. وهنشوفها مع بعض في الاخر خالص هتمشي ولا لا لو ممشتش في خلال الخمس ايام على ما الجرعة بتاعت الحقنة تخلص يبقى كده هاتبحة مفيش منها فايدة. زي ما انتم شايفين كده طبعا بس انا عالجتها قبلي كده البط عندي آآ وفراخ كمان عالجتهم بنفس الطريقة دي وماشاء الله ربنا يبارك يا رب. جابت نتيجة فورية وكانت جميلة جدا جدا كان عندي البط بيقعد ثلاثة ايام وتلاقي ماشي وساعات آآ كان بيقعد خمس ايام او ست ايام طبعا كانت الحقنة عند سعب بتخلص كنت بيعمل بالمضاد الحيوي ببرشام آآ كنت آآ يعني مسلا نفترض ان انت تديت الحقنة الخمس ايام كل يوم سنتي والفرخة او البطة ممشيتش نقوم نعمل ايه بعد بقى ما تخلص الحقنة ممكن تمشي بالبرشام عادي ما فيش اي مشاكل خالص برشام برضو خمسمية اسميها على نصون بس طبعا لازم تبقى عارفة الحجم بتاع الفرخة ايه او البطة ما تديش كده وخلاص يعني ما تجيش في برشامة خمسمية تديها الفرخة اتنين كيلو تموتيها لأ اسميها ممكن تديها ربع او نص حسب طبعا الوزن بتاع البطة او الفرخة اللي قدامك عاوز اقولك النتيجة دي كويسة جدا 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 وبتنفع آآ وكمان الحقن بيجيب نتيجة عن البرشام يعني الحقن بيجيب نتيجة بسرعة فورية غير البرشام النتيجة دي كويسة جدا جدا بصراحة وانا مشيت عليها قبل كده وكانت كويسة جدا عندي على الطيور اتمنى الفيديو يعجبكم لو في اي حاجة كتبهولي في التعليقات واشوفكم باذن الله في فيديو جديد